شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموقف المصري رافض للتهجير القصري للفلسطينيين من غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية لكارد ديبوار حيث أشهد جبالي بموقف كارد ديبوار المطابق للموقف المصري من جهته أشهد رئيس الجمعية الوطنية لكارديبوار بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين مشددا على رفض كارديبوار لما يحدث في القطاع من مجازر إسرائيلية بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات